أول تمن واجب علينا أن ندفعه بطيب نفس لاسترداد قيمة نفسك بعد أي كسرة تكسرها لك الحياة هو حماية ما تبقى من حياتك أي أزمة بتحصل بتحصل في جانب أو جانبين من الحياة صحتك، في فلوسك، في علاقاتك أو حتى في علاقتك الروحانية بربنا سبحانه وتعالى أي خطة تحصل لك لو سمعت حجمها حجم الكارثة وحمي ما تبقى اللي لسه متعافة من حياتك الرجل ييجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما قدرش أخش الإسلام لأن الذنوب اللي أنا عايش بيها هي كبائر تدخل النار إزاي أبقى معاكم وأنا حالي يدخل النار بتاعتكم فنزل القرآن لا لسه لسه إيه؟ لسه أنفاسك فيك آه كرسة اللي أنت عملته بس ما دامت أنفاسك لسه بالعافية تعرف تتوب فلما تتوب ينزل القرآن بقى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق القتل ولا يزنون بالزنة ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يعني سيئات مضعفة يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا لسه فيه جانب من حياتك معمور متعافى حافظ عليه لو حياتك عشان تعرف تتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم الرجل يخش على سيدنا محمد بن واسع فيلاقي قرحة تعويرة في إيديه فيفزع منها فأم محمد بن واسع المتعور قال له الحمد لله أنها لم تكن في لساني أو في عيني سواخت باله إزاي آه أنا مجروح بس الحمد لله الأعضاء اللي بعرفة تعايش بيها الحمد لله مستورة لا في لساني ولا في عيني التعويرة اللي فزاعتك دي هو بيعمل إيه بيحجم الأزمة اللي عندي حطها في مكانها ويرى الجوانب الحية اللي من حياته عشان دي اللي هتبقى بداية التعافي وتقف على حيلك منها العلم المتخصصين بيقولك لما يحصل لك أزمة في علاقاتك بص على السابورت سيستم اللي في حياتك يعني مثلا لو عندك أزمة مع أهلك متخانق مع أبوك وأمك بص حواليك هتلاقي صحاب يا امراتك أو جوزك هتلاقي في حد تعرف تفطفض معاه مش كل الناس يقينا سابوك بل أقولك ده أنت لو كل الناس يقينا سابوك في حد مش بيسيبك وهو ربنا سيدنا إبراهيم لما أبوه طردوا من البيت وقومه حرقوه يعني حولوا يحرقوه تخيل أنت ليه مين بعد كده درجة أنه سيدنا إبراهيم كان بيقول لزوجته سارة ما في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت لما أبوه طردوا قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية اسمع وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ما بأش لي حد وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية لو الكل سبني الله مش هيسبني الله باقي حي لا يموت سبحانه وتعالى فلازم يبقى فيه استبسال لازم يبقى فيه مجهود تمن بيتدفع إيه تمن ده؟ حماية ما تبقى من حياتك ومنه تشوف النعمة ومنه تشوف العافية لإن مش ممكن الأزمة اللي حصلة تكون قضت عليك كلية ولو قضت عليك كلية لسه ربنا موجود قادر بكون فيكون ينفخ فيك الروح زي ما بيقوله وربنا نفخ في صورتي زي ما بيقوله فتقوم من جديد وهو على كل شيء قدير اشتركوا في القناة